تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب منا موسيقى موسيقى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين ومعنا جهاز جديد اليوم من أجهزة شاومي مي إلفن لايت فور جي هذا الجهاز الرائع والخفيف والحلو والزاكي العليمه عالي سبعمائة اتنين وتلاتين جي هذا الصحيح جهاز محترم جدا جدا وأنا بحبه زي ما بحب جهاز الريد من وتعشر برو لأنه جهاز الصحيح أنا عجبني كتير كتير الآن بدنا نيجي مع بعض نشوف التحديس الجديد اللي وصل للجهاز هذا هو التحديس المحسن 12.5.8 هو كان على 12.5.6 وأجاله التحديس المحسن 12.5.8 وهذا التحديس المحسن بدنا نيجي نشوفه الآن مع بعض ونشوف إش المزايا والخصائص اللي تم إضافتها لو جينا هنا على الإعدادات وجينا على الإعدادات الإضافية أين أنت يا الإعدادات الإضافية وفي عندنا هنا ما في توسيع ذاكرة زي ما quéถوا شايفين فيش توسيع ذاكرة في عندنا اللي هو الحماية نشوف إش تطبيق الحماية فيه هل فيه اللي هو الخط المحسن عند البطارية الخط المحسن زي ما ما ت كيفين مش موجود وهي البطارية وهي الخط المحسن وهي تمام تمام لو جينا مثلاً هنا نشوف هالشيغل كمان قبل من يعمل تحديس للجهاز اللي هو الإضافة اللي كنا نحكي عنها مش موجودة هيا كمان إضافة الإعدادات مش موجودة تمام نشوف الاضافات اللي هيتمها ان شاء الله اللي هيتم الان معنا بعد التحديس. الجهاز ايو مي الفل لايت زي ما انتم شايفين اللي هو اتناعش فاصل خمسة فاصل ستة وهو التحديس اللي هو النسخة الروم العالمي اه على الاندرويد اللي هو الاندرويد احداش. وعننا هنا هي الجهاز اتناعش فاصل خمسة فاصل ستة. وهي التحديس اجا. التحديس وصل. بيقول له ماش جديد مسلا في التحديس. بيقول لك تحسين اداء النظام وتحسين امن واستقرار النظام. ما بيحكي لك انه هذا التحديث محسن ولا حاجة. اه نيجي نعمل اعادة تشغيل ونشوف اشي يصير معناه. بسم الله. هنهض الجهاز. هاي الجهاز بلش عد بالنظام المعتاد والتحديث المعتاد. بقول لك جاري تحديث اي اي لا تقم بتطفئ الجهاز ولن تتمكن من تشغيل جهازك اذا حاولت اعادة تشغيله. ولازم تكون شاحن الجهاز فوق الخمسين في المئة. هاي الجهاز اعاد اقلاع اعادة تشغيل وهي وكتب شاومي. هاي اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الجهاز. حول الهاتف تمام هاي التحديث تمام متحدث. 12.5.8 ومكتوب عليه يعني التحديث المحسن. وهنا نرجع زي هيك وهي الاندرويد. الاندرويد احد عشر. نيجي هنا كمان. نعمل رجوع. نشوف ايش في الاعليل اللي تم اضافته. وحالة الحماية. اللي هو تحديث نظام الحماية. نشوف تحديث نظام الحماية لوين نحطينه. اللي هو اخر عملية بحس عن تحديث تمام جراسة الان. واحد وربع صباحا. اندرويد احد عشر. تحديث نظام الجوجل اللي هو لواحد ابريل واحد اربعة الفين وواحد وعشرين. طبعا هم كتبين كلام هنا. آآ نيجي نشوف ما هي الاضافات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاضافة الصوت موجودة اللي انا عملت على فيديو هي موجودة. هادي مساعدة الصوت موجودة بتقدر تتحكم فيها هتفعلها لحلوة كتير كتير وحكيت عنها فيديو. ازا حابب تعرف مزاياه حاطة لك الفيديو في العلام البيضاء الان. وفي عندنا كمان اللي هو العرض هادي موجودة كانت اللي هو هادي اجت معدل التحديث طبعا هادا الجهاز وهنا نرجع تاني الى العرض معدل تحديث الجهاز اللي هو هادي وستين وبيجي تسعين. فانت زي بدك خلية تسعين احسن بس تستهلك طاقة اكتر. هو كتب لك الكلام هذا. نيجي الان بعد هذا التحديث نيجي الى الاعدادات الاضافية. وهي تمام مية المية. هيتم اضافة توسيع الذاكرة في التحديث المحسن. وهيها اتنين جيجا. زي ما انتم شايفين توسيع الذاكرة قديش اتنين جيجا. والاتنين جيجا هذا اللي تم اضافتها على جهاز اللي انا معي اللي هو مية وتمانية وعشرين على اللي هو مية وتمانية وعشرين على ستة على ما اتقد. المهم هاي جميع المواصفات هاي مية وتمانية وعشرين على ستة. وهي مواصفات الجهاز كلها. الان في عنا كمان اضافة لازم تكون انضافة كمان لو جينا هنا على الاضافات. وبتلاحز انه في عنا اضافة دايما بحطوها بعد التحديث المحسن في الاجهزة. كل واحد اتفقد جهازه اللي اخد محسن. اللي هو لو جينا مسكنها زيك هادي نطلحها نحطها في منطقان لحالها. لما لها ضغط زي كله ووافق. في هادي الميزة حلوة كتير كتير. هادي الميزة لوحة التحليل. ها نقول لك ان الجهاز هايوها نتسعة دقائق استخدمته. اقل بنسبة اربع دقائق عن اليوم السابق. قديش استخدمت الجهاز كل حاجة. لحد اليوم من مدة استخدام الجهاز ممكن نتحدد وبعد يك يطفي الجهاز ما يشتغلش. وعنده كان مدة استخدام التطبيقات الادوات اخرى صور وفيديوهات. فتح القفل تمن مرات في اللي هو اتناش اللي هو في ايش? اللي هو التاريخ اللي هو عشرة اتناش. تم فتح القفل الاول. المهم بقول لك يعني جهاز تجسس في تطبيق تجسس في الجهاز. التنبيه عند استمرار لاستخدام المستمر. اذا بدك تستخدم الجهاز يعني خايف يعني مش خايف. بتكون انت قاعد على الجهاز وودك تقوم يعني يعني مكسل. بطف الجهاز لحالو بقول لك تقوم وصمن عنك. هنا التحديل الاسبوعي. لاستخدام الاسبوع على الجهاز. كل اشي التفاصيل هنا موجودة. في عندنا هنا كمان شغلة وضع التركيز. از انت بدك جهاز يطفي ما بتكاش تستخدمه. علشان انت مسلا يعني مدمن الجهاز وبتقوم مع النغص من عنك. بتحط مسلا بدي يعني اركز مسلا ادرس اعمل اي حاجة. بحطه تلتين دقيقة ستين دقيقة تسعين دقيقة. معك من هي بتضيف انت بيدك من عشرين دقيقة الى مية وتمانين دقيقة تلات ساعات يعني. هنا عندنا وبتشغل وضع التركيز. لو بدنا نشغل ونجرب مسلا دقيقة. لو نقرنا دقيقة بقول لك يسمح آآ يسمح وضع التركيز فقط باستخدام الكاميرا واجراءات مكالمات الطوارق. يعني بس الكاميرا ومكالمات الطوارق اللي يعني كله الباقي الجهاز مش هيشتغل ولا حاجة. لو تقول له تشغيل هيبلش يشتغل زي هيك. هيبعد العداد. وبيبلش الان يشتغل وضع التركيز. بتروح انت بتشتغل بتدرس بتعمل اي حاجة. الجهاز ما برن ولا بأي الوضع الصامت اشتغل. والجهاز ما برن ولا اشي ولا اي حاجة. الجهاز اصلا ما استكبل مكالمات وهيعد معك. قديش الوقت انت حطيتها. هيعد معك. لو فتحت الكاميرا هيفتح معنا كاميرا. ايه هي وفتح كاميرا. اللي هو الكاميرا العادية يعني فتحها. وتتصور تقدر تصور. الرجوع هيمر رجوع منها هنا تمام. وفي عنا اللي هو مكالمة الطوارق بتقدر تعمل بس مكالمة الطوارق. طبعا يتغير لونها. لما تصير عند عشرين ثانية. ببدأ اللون يتغير من الازرق. لللون اللي هو اللي شايفينه امام كله هو البطيخي ما بعرفشو لونه. وبعد يك بفتح الجهاز طبيعي جدا. وبتستخدم الجهاز. هذا وضع التركيز ممتاز جدا. كنا نستخدم تطبيقات قبل هيك. علشان نستخدم هذا الوضع. والان هي صارت موجودة في الجهاز. وهي الجهاز صفر. وهي الان بفتح ان شاء الله. هي وفتح الجهاز. تمام. نوجينا هنا للشاشة الدائمة. وشاشة القفل. هتلاحز في شغلة هنا. اللي عرض الرسوم متحركة للشحن. حتى بعد فتح الجهاز. ايش يعني? لو اجينا هنا مسلا هارطينا الشاحن في الجهاز. هو مفتوح زيك طبعا مش هو مسكر. هو مفتوح. حاطينا الشاحن زيك. هيعطينا الانيميشن. تمام? لو اجينا مسلا رفعنا هذا الخيار. وشلنا الشاحن وجينا حاطينا الشاحن تاني. هيعطينا اياها بدون فانت ايش ما بدك? ودائما نخليها احلى هيك هم? فانتهى فعلها هذي. كويس. هذي موجودة في الجهاز تستخدمها يعني بدل ما تسيبها هيك اللي هو استخدمها. لو جينا شفنا الانيميشن تبع الجهاز مع مشغل التطبيقات اللي عليه. موجود هيو زي ما انت شايف. الجهاز سالس جدا والانيميشن حلو كتير كتير. اللي موجود. مش انيميشن فلاكشيب. انتم عارفين من الفلاكشيب اللي في بعدها. فهذا الانيميشن موجود. وهي وضعه. وهي يعني اموره. بيعطينا اللي هو الخيار هذا. تمام? لو جينا هنا على تطبيق الحماية. منلاحظ انه في تطبيق الحماية فيه عندنا البطارية. وفيه عندنا اللي هو الخط هذا المستقيم. اللي فيه تلات نقاط واحدة في المنتصف وتنتين على الاطراف. هنا عندنا الطاقة. يعني انت توفير طاقة. عندك صار عندك اتنين وعشرين ساعة وتلاتة وتلاتين دقيقة بدل تمنتاشر ساعة وعشرين دقيقة. وهنا الاداء. اذا انت بتلعب الالعاب وبدك اداء كويس بس الجهاز معك هيسخن. بتاخد هذا الاداء وبتقول له حسنا بس هيسخن الجهاز. هذا البنصح تستخدمه في الالعاب القوية. فممكن تستخدم بس بصير عندك سبعتاشر ساعة واثنشر دقيقة من تمنتاشر ساعة وسبع دقائق. هذا موجود تلقائي في المنتصف اللي هو اسمه المتوازن. فانت بتستخدم هذا الان بشكل سهل جدا لو اجينا على البطارية. هللاقي واحد وعشرين درجة حرارة بطارية. درجة حرارتها رائعة. يعني هنا ممكن يكتب لك بكرة. في التحديس تلاتة عشر. مش بكرة يعني بكرة لقدام. يكتب لك هنا نورمال اه اللي هو الواحد وعشرين. ويقول لك انه درجة حرارة مرتفعة في اللي هو تكون مرتفعة او منخفضة اللي هو تكون باردة او منخفضة. فهنا ممتاز جدا هذا الخط بوفر علينا وان شاء الله في التحديسات اللي جاي. هيكون في اشياء اخرى هنتعرف عليها. لو جينا اطلعنا هنا في الجهاز اللي هو المي الافل لايت. لو قلنا العرض. وجينا هنا للبوكو اف تري. جينا قلنا له هنا ايضا العرض. هاي العرض. طلع هنا في فريق ايش صار في حاجة جديدة تم اضافتها. وهذه حاجة حلوة كتير كتير. وحكينا عنها. وكنا نطلعها عن طريق الاكتيفتي لانشر. اللي هو كانت مخفية وكانت في واجة 13 هتكون. وهي يضفوها وين عندنا هنا. اللي اسمها بعد معدلة تحديس في العرض. هاي معدلة تحديس هنا. هنا لو جيت على معدلة تحديس فيش عندك اللي هو بعد معدلة محرك صور اي اي اي. اللي هو تحسين اي 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 اتش دي ار. هذا في البوكو اف تري موجود. تحسين اللي هو اي 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 ار لابراز تفاصيل في المناطق الساطعة والمظلمة. وجعل الالوان اكتر حيوية. شايف كيف الفرق? كيف الامور? لوز اللوز. هنا عنا نفس الاشي الام اي ام سي الحكينا عنا قبل هيك. هذه بلشتنا كمان نقدر نفعلها. اللي هي اطارات اضافية للمقاطع الفيديو لتشغيل اكتر سلاسة وانتقالات اكتر حيوية لمقاطع الفيديو. هي بتزيد من استهلاك الطاقة قليلا. لكن تعمل هذه الميزة فقط عند تشغيل صندوق ادوات الفيديو. يعني لازم نروح نشغل في الميزات اللي احنا بنعرف هنا في عنا الميزات الخاصة في عنا صندوق ادوات الفيديو. وهذا لسه هيتطور. هيتطور عن عواجهة جديدة. تلتعاشا يكون في شكله حلو اللي حكينا عنه قبل هيك. كمان بس ضايل حاجة صغيرة. نوعين للثيمات هنا مفيش موجودة عندنا طبعا الخلفيات الصوبر مش موجودة يعني. زي لك تنزل احنا عملنا عليها فيديو يعني. نزلها زي بدك. حلوة كتير يثير لان هادا الشاشة اللي هي امولد يعني ممتازة. فبالتالي هذا كان التحديس المحسن لجهاز الاسدار العالمي. واخد التحديس اللي هو المحسن 12.5.8. وهي نزلنا. وكل واحد مش واصلوا التحديس. هيصلوا مباشرة. انا وحطولك الرابط. في قناتي على التليجرام موجود الروابط كلها لهذا التحديس وغيره. وهي قناتي على التليجرام اللي هي وهي عندنا اللي هو هاي وهي وهي هاي وهي هاي اللي موجود عندنا اللي هو هاي الصغيرة. ازا تحديثك اتناعش فاصل خمسة فاصل ستة بتاخد الصغيرة. وازا تحديثك غير هيك بتاخد فقط لغير وبتنزلهم وتت بتثبتهم عندك. وفي عند طريق كمان ازا ما تثبتوش في طريق كمان خليك تثبتهم من غير ما اللي ازا كنت انت مش من مسجلين او ما جاكاش التحديث. في طريق على التسبيل. حط لك اياه في صندوق الوصف ان شاء الفيديو. لا تنسى الدعم بالاعجاب والاشتراك في القناة. وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد يا حبيب. نلتقي في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام.